بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام السلاث سنوات ونظام الخامس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز برنامج أمراض النبات حلقة النهاردة هي حلقة جديدة من حلقات أمراض النبات المقررة على جميع التخصصات طبعا في بداية الحلقة حابين أن نلقي الضوء على أهم الأجزاء الرئيسية اللي تم تناولها بالدراسة في الفصل الدراسي الأول كان مراجعة مميزة لأعزان الطلبة والطالبات لأن مادة أمراض النبات بتعد من المواد الأساسية في التعليم الفني وفي التعليم الزراعي على وجه الخصوص طبعا إحنا قلنا في أكتر من مناسبة أنه علم أمراض النبات هو من العلوم اللي بتختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجاته أثناء النقل والتخزين والتسويق بدرسها من حيث طبيعة المسبب المرضي والظروف الملامة لانتشار المرض وكيفية حدوث الإصابة والأعراض المرضية وطرق المقاومة والعلاج وحندرس بعد كده الأهمية الاقتصادية لأمراض النبات ولما تكلم عن أهمية اقتصادية لأي مرض نباتي أنا بتكلم عن خسائر والخسار دي احنا بنقسمها لنوعين رئيسيين قد تكون خسائر متعلقة بالجزء النباتي المصاب أو النبات بأكمله فبأطلق عليها خسائر مباشرة أو الخسائر دي بتكون في صورة نفقات بتم انفقها أو مصاريف بتم انفقها على علاج المسببات المرضية فبأطلق عليها خسائر غير مباشرة بعد كده حدرس المرض النباتي المرض النباتي مقصود بكل تغير أو تحول أو انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك إلى نقص في المحصول هذا النقص قد يكون نقص في الجودة أو في الكمية في الجودة بقول عليها كواليتي في الكمية بقول عليها كوانتري طبعا النقص ده أو التغير ده ممكن ان انا اشوفه بعين المجردة بقول عليها أعراض مرضية ظاهرية أو مورفولوجية ممكن النقص ده يكون داخل الأجزاء الداخلية للنبات فبقول عليها أعراض مرضية تشريحية أو ممكن النقص ده يكون في صورة قيام النبات بوظائفه الحيوية بطريقة صحيحة فبقول عليها أمراض فيسيولوجية بعد كده هناخد الأعراض المرضية ولما تكلم عن الأعراض المرضية أنا باعتبرها من الفنيات المهمة جدا لأنه من خلال رصدك للأعراض المرضية الخاصة بكل مسبب مرضي قد نتمكن من الحكم على نوع المسبب المرضي وطبعا زي ما قلنا قبل كده أنه التشخيص السليم هو أولى من راحل العلاج السليم لأي مسبب مرضي الأعراض المرضية احنا عارفين أنه النبات كائن حي لا ينطق ولا يتكلم ولا يعبر عن ما يشكو به وما الأعرف إزاي أنه النبات ده مريض من خلال مصدرين رئيسيين إما من خلال الأعراض المرضية أو من خلال العلامات المرضية طب إيه المقصود بالأعراض المرضية دكتور؟ الأعراض المرضية هي تعبيرات بيصدرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المصاب فيه علاقة عداء بين كائن نافع وكائن ضار الكائن النافع هو النبات والكائن الضار هو المسبب المرضي إذا نجح المسبب المرضي في اختراق أنسجة العائل بالتالي بتظهر أعراض المرض بسرعة وبوضوح وقد يؤدي ذلك إلى نقص في المحصول أو موت النبات بأكمله وإذا فشل المسبب المرضي في اختراق أنسجة النبات وحدوث الأثر المرضي له اللي احنا بنقول عليه الباسوجينيك إفكت وحدوث الأثر المرضي له إذن هذا الصنف هو صنف مقاوم ولم تظهر أعراض المرض على هذا الصنف إلا بصورة خفيفة لا تؤثر على المحصول وأنواع الأمراض النباتية طبعا إحنا قلنا عندنا نوعين أمراض موضعية وأمراض جهازية الأمراض الموضعية بتصيب جزء محدد من أجزاء النبات والأمثلة اللي عندنا أمراض التبقعات والعفان والأمراض الكيانية أو الكلية أو الجهازية بتصيب النبات بأكمله ابتدايا من المجموع الجزري والخضري والزهري والثمري والأمثلة اللي عندنا أمراض الزبول وأيضا الأمراض الفيروسية والأعراض المرضية زي ما قلنا كثيرة ومتنوعة وإحنا قسمناها إلى أربع أقسام رئيسية التغير في اللون موت الخلايا والأنسجة والزبول والتغير في شكل وحجم الأعضاء النباتية وزي ما قلنا أن الأعراض المرضية بتكون متعلقة بالنبات المصاب فالعلامات المرضية بتكون خاصة بالمسبب المرضي نفسه لو جالك في الامتحان مصطلح علم وقالك هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض قولا واحدا هو هنا بيقصد العلامات المرضية هندرس منها الغازل الفطري أو المايسيليم الباديستون أو الأجسام الحجرية الكوايمة الكونيدية الحبال والجزر الريزومورفية الوسائد الهايفية وأيضا أعضاء الامتصاص كل دي بتبقى علامات مرضية خاصة بنوع واحد فقط من أنواع المسببات المرضية وهو الأمراض الفطري بعد كده هنتطرق بالدراسة عزيزي المشاهدين لدراسة جزئية مهمة جدا جدا وهي أنواع المسببات المرضية طبعا أنواع المسببات المرضية اللي بتصيب النبات تكاد تكون هي نفس أنواع المسببات المرضية اللي بتصيب الحيوان والإنسان أيضا وإحنا قسمناها لقسمين رئيسيين مسببات طفيلية وغير طفيلية مسببات معدية وعلى النقيض غير معدية مسببات حية وغير حية سميها زي ما أنت عايز المهمة تكون طالب متفوق وتكون عارف المعنى بيشمل إيه أنا مش مهمة عندي الحفظ والتلقين أنا عايزك بعد كده تتخرج تشتغل بإيدك عايزك يكون عندك ثقافة ويكون عندك مهارات ويكون عندك خبرات تمكنك من إثبات وجودك في سوق العمل وتحقق هامش ربح وتحقق ذاتك لأنه دلوقتي في صراع على زي تحقق داخل لك ولأسرتك وفرص العمل في تكالب عليها والبقاء للأصلح والبقاء للأكفأ هو اللي بيختاروه ورجال الأعمال دلوقتي يعني بي في علاقة تكاد تكون علاقة مباشرة بينك وبينه في منظومة الجدرات المهنية بيجي لك أحد أعضاء سوق العمل عشان يقيمك وبالتالي لو لقيك طالب متفوق وطالب ماهر في أداية المهمة المنطبك أدائها أمامه مباشرة حيكتب اسمك وياخدك تشتغل عنده في شركته أو في مصنعه الدراسة في مؤسساتنا التعليمية في الوقت راهن بتكفل لطلابنا العزاء فرصة عمل مباشرة بعد انتهاءك من دراسة البرنامج الدراسي الخاص بيك ولكن بشرط التطبيق الواضح للمهارات والسلوكيات والمعارف والاتجاهات المختلفة أثناء تأديتك المهارة تطبيق واضح ومستمر علشان يكون عندك اكتسبت المهارة الحقيقية والفعلية مش بس كلام على الورق ولا هو تستيف ورق وإلا كنا يعني بقينا فيه نظامنا القديم أو في وضعنا القديم احنا عملنا تطوير علشان نحسن من المخرج التعليمي التحسين والتطوير يستلزم التطبيق الصحيح لمفهوم منظومة الجدرات المهنية بنوجه كل الشكر والتحية والتقدير لكل مقيم وكل مدرب يعمل بجد وإخلاص وأمانة للتطبيق الواضح والمستمر للمهارات وإكسبها لطلابنا إلى عزاء داخل مؤسساتنا التعليمية المختلفة أنواع المسببات المرضية الطفالية بتشمل الأمراض الفطرية أو الفطريات بأنواعها المختلفة البكتيريا فيتوبلازمة النماتودة الأمراض البيروسية الطحالب النباتات الزهرية المتطفلة وأيضا الأشنات مسببات الغير حية أو فيه ناس بيطلقوا عليها لفظ الأمراض الفيسيولوجية بتبقى عبارة عن إيه يعني مرض فيسيولوجي أو مرض غير معدي معناها أن أنت زرعت نبات وتعرض ليه ظروف بإيه غير ملأمة كالارتفاع الحاد في درجات الحرارة في شهور الصيف طبعا أو الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في فصل الشتاء اللي احنا منوها للسقيع أو حتى زرعت النبات في تربة فقيرة في العناصر الغذائية تربة غير خصبة في نقص في العناصر سواء كان عناصر كبرى أو صغرى أو زراعة النبات في تربة ذاتها تركيز عالي من الأملاح بنقول على التربة الملحة أو عدم توافق الأصل مع الطعم أو التخزين الخاطئ في مخازن غير جيدة التهوية أو حتى تعرض النبات للرش بأحد المبيدات الكيموية الضارة وخصوصا مبيدات الحشاش وبعد كده عزاء المشاهدين هندرس جزئية مهمة جدا 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 وتكاد تكون من المهارات الواجب إكسبها لطلابنا العزاء بشكل صليم وبشكل صحيح داخل مؤسساتنا التعليمية وهي طرق تشخيص الأمراض النباتية زي ما قلنا التشخيص هو أولى مراحل العلاج لازم يكون عندك من الأدوات والتولز اللي بتمكنك من تحديد هوية المسبب المرضي وإحنا ملتزمين طبعا بالأجزاء الوارد ذكرها في المنهج الدراسي ولكن هناك العديد من وسائل التشخيص الحديثة لازم تطلع عليها لازم توسع مدركك لازم تواكب احتياجات سوق العمل المختلفة سواء سوق العمل المصري أو حتى سوق العمل العالمي علشان يعني تحصل على فرصة عمل وتكون اكفأ بين زملائك وبالتالي بتم اختيارك ان شاء الله من وسائل التشخيص عندنا المشاهدة والفحص الظاهري وبتعتمد على الخبرة الشخصية للمشخص واستخدام النباتات الكشافة وإيه المقصود بالنباتات الكشافة مقصود بها طبعا نباتات بتم زراعتها للكشف عن وجود المسبب المرضي نظرا لحساسياتها العالية ورد فعلها السريع للاصابة بالمسبب المرضي او حتى من طرق التشخيص ممكن اجري بعض الاختبارات الكيموية او الاختبارات السيرولوجية او اختبارات التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على استخدام الاحماض النووية سواء كان من النوع الدي او من النوع الار الني ومن طرق التشخيص ايضا استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي او حتى استخدام الميكروسكوب الالكتروني فيه تشخيص الامراض الفيتوبلازما والامراض الفيروسية او استخدام نظام الانذار المبكر والاستشار عن بعد كل دي طرق ممكن استخدمها فيه تشخيص هوية المسبب المرضي نفسه وبعد كده حدرس وسائل انتشار المسببات المرضية ولما تكلم عن وسائل انتشار المسببات المرضية حدس ولا حرج عندنا الرياح عندنا المياه بأنواع المختلفة عندنا التقاوي عندنا الحشرات عندنا السماد البلدي ونقل التربة والمخلفات النباتية وآلات الخدمة عندنا الحيوانات والطيور والإنسان وايضا النيماتودة والكرات وبعد كده هندرس ايضا علاقة الامراض بالبيئة هناك عوامل بيئية قد تؤدي لسرع التقاصر وانتشار المسببات المرضية والعكس صحيح منها درجة الحرارة سواء درجة حرارة التربة او درجة الحرارة الجوية منها ايضا الرطوبة الجوية او رطوبة التربة الخواص الطبيعية للتربة من قوام التربة ونوعها العناصر الغذائية الموجودة في التربة بيئتش الاراضي طبعا دي من الاجزاء المهمة جدا لانه كل مسبب مرضي بيفضل التقاصر والانتشار في نوع معين من انواع التربة واحنا اسمنا التربة لثلاث انواع على حسب تركيز ايون الهيدروجين في الوسط سواء بقى كان بيئتش اكوال سبعة او وسط متعادل او اقل من سبعة يبقى وسط حامضي واعلى من سبعة يبقى وسط متعادل او قلوي او وسط قلوي او قاعدي وايضا من العامل البيئي الهام جدا لانتشار المسببات المرضية وخصوصا فطريات الاصداء هو الضوء بعد كده هناخد ديناميكية المقاومة في النبات للاصابة بالمسببات المرضية المختلفة ولما اتكلم عن المقاومة انا مش بس بتكلم عن المقاومة الخاصة بالنبات انا بتكلم عن المقاومة الخاصة بكل الكائنات الحية سواء حتى الانسان نفسه منعتك تزيد وتقل امتى لما يكون عندك عوامل وراثية او جينية او كروموزومات بتتفاعل مع الوسط المحيط الخاص بيك وظروف البيئية المحيطة بالنبات اذا كانت هذه العوامل البيئية في صالح نمو النبات لم تظهر اعراض الاصابة على العائل وبيصبح الصنف في هذه الحالة اما صنف منيع او حتى صنف مقاوم واذا كانت العامل البيئية في صالح انتشار وتكاثر المسبب المرضي ستظهر اعراض الاصابة على النبات بسرعة وبوضوح وقد يؤدي لموت النبات باكمله وبنطلق على هذا النبات صنف قابل الاصابة وعلى حسب درجة قابلية الاصابة للنبات بالمسبب المرضي احنا قسمنا النباتات لثلاث انواع والتقسيم ده بالمناسبة بيجي كتير في الامتحان نباتات منيعة لتظهر عليها اعراض الاصابة مطلقا بالمسبب المرضي وانا قلت في اكتر من مناسبة انه المناعة هي صفة نسبية وليست مطلقة قد يكون النبات منيع للاصابة بمسبب فطري ولكنه على الوجه الاخر قابل للاصابة بالبكتيريا وقد يكون منيع للاصابة بالفيتوبلازما ولكنه عرض للاصابة بالطحالب وهكذا فالمناعة هي صفة نسبية وليست مطلقة لا يوجد هناك كائن حي منيع على الاطلاق بما فيهم الانسان لازم حييله اصابة باي نوع من انواع المسببات المرضية المختلفة النوع الثاني هو نباتات المقاومة وهي نباتات بتظهر عليها اعراض الاصابة بصورة خفيفة ولا تؤثر على المحصول والنوع الثالث والاخير وهو النباتات القابلة للاصابة بتظهر عليها اعراض الاصابة بصورة عواب ووضوح وقد يؤدي ذلك الى موت النبات باكمله وهي حناخد تأسيم المقاومة في النبات على حسب طبيعة المقاومة عندنا اكتر من قسم مقاومة رأسية وافقية وراسية وظاهرية وحقيقية انواع كثيرة ومختلفة مقاومة بادرات مقاومة نباتات كبيرة وهكذا ولكن يظل تركيزنا الاساسي على المقاومة التركبية بعناصرها المختلفة وايضا المقاومة الكيمو حيوية بعد كده عزان المشاهدين حنتطرق بالدراسة لجزئية بيترقبها كل المهتمين بمجال الانتاج الزراعي وهي طرق مقاومة الامراض النباتية عندنا من طرق المقاومة العديد من الطرق حدس ولا حرج عندنا الطرق التشريعية بتعتمد على اصدار قوانين وتشريعات بهدف منع انتقال المسببات المرضية من مكان مصاب الى مكان سليم واهم القوانين التشريعية المطبقة داخل نطاق الحدود المصرية هي قوانين الحجر الزراعي ولما اتكلم عن الحجر الزراعي انا بقصد هنا منع انتقال الاصابة بالمسبب المرضي من مكان مصاب الى مكان سليم سواء بين دولة واخرى بقول عليه حجر الزراعي خارجي او داخل نطاق الدولة الواحدة بقول عليه حجر الزراعي داخلي يعني بين مدينة واخرى او محافظة والتانية واحنا عندنا امثلة للحجر الزراعي الداخلي المطبق على محصول البصل في محافظات الوجه القبلي وخصوصة بانسويف والمينيا نظرا لاصابته بمرض العفن الابيض في البصل ونباتات وخلفات الموز في محافظة اسكندرية نظرا لاصابتها بمرض تورد القمة في الموز وهكذا وهنعرف اهداف الحجر الزراعي وشروط الواجب مراعتها عند استراد نباتات من الخارج ودي طبعا من الفنيات المهمة جدا ولازم طلابنا يتضربوا عليها لانه انت خط الدفاع الاول اللي بيحمي مصرنا الحبيبة من اي تصرب من الخارج بالامراض المختلفة لازم يكون القائمين بالعمل في الحجر الزراعي مدربين مهنيا على تحديد نوع الاصابة باي شحنة من الشحنات اللي بتدخل الى مصر من الخارج وحندرس بعد كده من طرق المقاومة ايضا عزانا المشاهدين المقاومة الزراعية ولما اتكلم عن المقاومة الزراعية هي عمليات زراعية بيجريها المزارع بهدف زراعة ارضه وزيادة غلة الفدان اذا تم اجراها بالطريقة الصحيحة وبالكيفية المسلى ده من شأنه ايضا انه يؤدي الى تقليل الاصابة بالمسببات المرضية وخصوصا التي توجد اسفل سطح الترب وعناصر المكافحة الزراعية او المقاومة الزراعية حدس ولا حرج عندنا ناخدها ابتداء من تطبيق نظام الدورة الزراعية مرورا باهم التدابير والاجراءات الصحية التي تستخدم لمقاومة الاصابة بالمسببات المرضية وانتهاءا بزراعة الاصناف المقاومة وبعد كده هناخد البيولوجيكا الكنترول او المقاومة البيولوجية وبتعتمد على استخدام كائنات حية دقيقة في القضاء على المسببات المرضية المختلفة والمقاومة البيولوجية زي ما قلت في اكتر مناسبة بتصاحب بزخم اعلامي كبير جدا لانه كل العالم دلوقتي بيلجأ للزراعة العضوية والزراعة العضوية اساسها استخدام المقاومة البيولوجية في القضاء على الافات او المسببات المرضية ليه؟ آه المنتج العضوي بيكون غالي في التمن ولكن هو ايضا صديق للبيئة وغير ضار بصحة الانسان اللي بيتناول المنتج العضوي ولو توسعنا في الزراعات العضوية ده حيكفل لنا زيادة في معادل الانتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع الزراعية المزروعة بالطريقة الزراعة العضوية وبالتالي انخفاض في الاسعار ما هي معادلة محسوبة؟ زيادة العرض تؤدي الى انخفاض الاسعار تقليل العرض بيؤتي لزيادة الطلب ورفع السعر اقتصاديات معروفة لما نزود الانتاج الزراعي ان شاء الله في القريب العاجل ونحقق الاكتفاء الزاتي لكل المواطنين هنسد الفجوة الغذائية بين معادل الانتاج ومعدل الاستهلاك ده يحصل ازاي؟ لازم نعمل تنمية زراعية لازم نوسع الرقعة المنزرعة من الاراضي الزراعية لازم نستعد بوسائل المكافحة المختلفة للاصابات الحشرية والحيوانية بالافات وايضا المسببات المرضية لازم نوفر مستلزمات الانتاج الزراعي لازم نسوأ المنتج الزراعي بطريقة صحيحة تحقق هامش ربح للمنتج والقيمة المضافة للمنتج الزراعي انا ما بيعشي السلعة الزراعية مباشرة ممكن اعمل لها عملية تصنيع واعمل قيمة مضافة للسلعة وباعها باسمان تحقق لهمش ربح كويس جدا كل دي حاجات لازم يتم دراستها وعمل دراسات جدوى لهذه الافكار وهذه المشاريع وبالتالي كل ده من شأنه بيصب في النهاية في زيادة الدخل القومي عناصر البيولوجيكا الكنترول او المقامة البيولوجية استخدام بكتيريا التضاد استخدام فطريات التضاد استخدام الفطريات في القضاء على النماتودة استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج دعل الظروف البيئية ملأمة لنمو النبات وغير ملأمة لنمو وانتشار وتقاصر المسببات المرضية المختلفة وبعد كده هناخد اخر الدواء الكي والمقاومة الكيموية وبتعتمد على استخدام مركبات كيموية في القضاء على المسبب المرضي وليه المزارع العادي بيلجأ مباشرة للاعتماد على المركبات الكيميائية وبتحتل لديهم مركز الصدارة نظرا لسهولة اجراءها وصورات تأثيرها وبقاء فعلياتها لأطول فترة ممكنة لازم يكون فيه ارشاد زراعي وتوعي المزارع بخطورة الافراط في استخدام المبدات الكيموية وقسمنا المطاهرات الكيموية لقسمين مطاهرات سطحية ومطاهرات كلية المطاهرات السطحية بتقضي على المسبب المرضي الموجود على السطح الخارجي للعائل بينما المطاهرات الكلية او الجهازية او الكيانية بتقضي على المسبب المرضي الموجود داخل انسجة العائل النباتي وهناخد امثلة للمركبات الكيميائية المستخدمة في مجال المكافحة الكيموية هناخد منها مراكبات الكابريت مراكبات النحاس الانتيبيوتكس او المضادات الحيوية الغازات والادخنة والمبادات الجهازية والمبادات المستخدمة في مجال مقاومة النماتودة وحندرس بعد كده المقاومة المستحسة ولما اتكلم عن المقاومة المستحسة انا بتكلم عن طرق حديثة في المقاومة والمقصود بالمقاومة المستحسة دفع النبات لتكوين المركبات المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة وصرعة رد الفعل بعد الحدوث الإصابة بالفطريات المختلفة أو بالمسببات المرضية المختلفة وهنقسم المقاومة المستحسة لقسمين مستحسة جهازية ومكتسبة وهناخد تطبيقات على طرق استحساس المقاومة في النبات للإصابة بالمسببات المرضية المختلفة وبعد كده هندرس الأمراض الفطرية والبكترية والبيروسية والطحالب والنماتودة والنباتات الزهرية المتطفلة وأيضا العشانات وآخر جزئية في المنج هندرسها لأمراض الفيسيولوجية وحنتعرف مع بعض على المسبب المرضي وكيفية حدوث الإصابة والظروف البيئية الملائمة لانتشار المرض والأعراض المرضية وأيضا طرق المقاومة الصحيحة للمسببات المرضية المختلفة تعالوا بنا عزنا المشاهدين وعزنا الطلبة والطلبات نلقي فيه عجالة الضوء على مسبب مرضي وهو النماتودة وحنعرف يعني إيه فيه عجالة وإن شاء الله نستكمل في الحلقات القادمة الدرس الخاص بالأمراض اللي بتسببها النماتودة. النماتودة طبعا هي حيوانات مايكروسكوبية بيكون مظهرها دودية المظهر بيطلق عليها أحيانا اسم الديدان الثعبانية بيوجد معظمها في الطربة حول جزور النباتات وبتلعب دورا هاما في التأثير على نمو هذه النباتات وطبعا بتؤثر على معدل الانتاج الصفات العامة للنماتودة طبعا الشكل العام للنماتودة بيكون استواني وأحيانا بتأخذ الشكل الكميسري أو الليموني وطبعا النماتودة وطبعا النماتودة ممكن يكون فيه اختلاف فيه الشكل فيه أجناسها اللي هو sexual demorphism الأنسة بتاخد شكل مختلف عن الذكر وجسم النماتودة بيكون غير مقسم إلى أقسام محددة والفم بيكون طبعا مزود بسلاح بيشبه الرمح بتستخدمه النماتودة في اختراقها إلى داخل أنسجة العائل وحندرس أيضا أهم الأعراض المرضية التي تسببها النماتودة على النباتات المختلفة سواء كان أعراض ظاهرية أو أعراض تشريحية بتؤدي إصابة النباتات بالنماتودة إلى ظهور أعراض ظاهرية على المجموع الجزري وأيضا على أجزاء المجموع الخضري وبنقسم طبعا الأعراض المرضية إلى قسمين رئيسيين اللي هو الأعراض الظاهرية والنوع الآخر اللي هو الأعراض التشريحية الأعراض الظاهرية اللي بتكون موجودة على المجموع الخضري بتشمل موت البراعم الطرفية والقمم النامية والبراعم الظاهرية تجاعد والتواء الأوراق والسيقان تشوه حبوب القمح اللي هي تسأل الحبوب القمح تعقد وانتفاخات في الأوراق تقاروح في الأوراق وتبقع وتغير في لون الساق وأيضا الأوراق هذه صور بتبين لنا ما ظهر الإصابة بالنماتودة سواء على المجموع الخضري أو حتى على المجموع الجزري واللي في مين الشاشة ده ظهرت اختلاف الشكل الجنسي في أجناس النماتودة الأعراض الظاهرية على المجموع الجزري بتشمل تعقد الجزور تعفن الجزور تغير في لون الجزر تقاروحات جزرية وزيادة التفارع الجزري اللي احنا بنقول عليها الظاهرة اللحية وتلف القمم النامية للجزور هذه صور بتبين لنا أعراض الإصابة بالنماتودة على المجموع الجزري لو أنتم لاحظين تقاروح وتعقد الجزور وطبعا سببه نماتودة تعقد الجزور العراض التشريحية اللي بتسببها النماتودة تبقى عبارة عن تأثيرات تشريحية بتنتج عن طريق التغذية المستمرة للنماتودة المتطفلة الداخلية أو شبه الداخلية على أنسجة الجزر الداخلية بتتكون خلايا في منطقة الاستوانة الوعائية طبعا نستوانة الوعائية مقصود بها أنسجة الخشب واللحاء أو في منطقة القشرة حول رأس النماتودة الخلايا دي بتكون اسمها الخلايا العملاقة أو الجيانت سيلز وبتسببها النماتودة تعقد الجزور والنوع التاني بنقول علينا الاندماجات الخلاوية أو الخلايا المغزية أو النورس سيلز بتكونها بائقي أنواع واجناس النماتودة أدي صور للخلايا العملاقة اللي بتكونها النماتودة على الأجزاء النباتية المصابة الطرق العامة للوقاية والعلاج للأمراض النماتودية طبعا هناك العديد من الطرق ولكن احنا ملتزمين بموجود في كتاب الوزارة زراعة أصناف مقاومة دائما وأبدا نكتبها في أي مرض إن شاء الله إجابتك تكون كاملة اتباع دورة زراعية مناسبة العناية بالعمليات الزراعية زي الرأي والتسميد وتحسين الصرف معالجة الأراضي الملوسة بشدة بمبيدات النماتودة الموصى بها من قبل وزارة الزراع هناخد المرض اللي بتسببه النماتودة في الخضر والفاكهة اللي هو مرض تعقد الجزور في الخضر والفاكهة المسبب دائما وأبدا هو نماتودة تعقد الجزور أو روت نوت نماتودة والذكر في هذا النوع بيكون أسطواني ومستقيم ومفرد والأنسة البالغة بتكون كم سرية الشكل تضع البيض على فترات في كتل جيلاتينية صفراء اللون وبتضع ما بين 550 إلى 3000 بيضة ولها أجيال عديدة في السنة بتصل إلى 10 إلى 12 جيل في السنة وقد يحدث تداخل في الأجيال الأعراض لو أنا عندي إصابة بمرض تعقد الجزور من الإسم بتاعه ظهور أورام غير منتظمة الشكل بشكل عقد على الجزر صغر حجم النبات في الحجم وبتصفر أوراقه وبيزبل ولا تتكون سمار وإذا تكونت حتى سمار بتكون صغيرة ونادرا ما يموت النبات المصاب وأهم جزئية أن الزبول في النبات بيكون في صورة أو في الأرض بيكون في صورة بؤر أو بنقول على باتشز والبؤر دي هي المميزة للإصابة بنماتودة تعقد الجزور أدي صور لأحد الجزور المصابة بمرض تعقد الجزور هندرس مع بعض دورة الحياة بتضع الأنسة لكمسرية الشكل والموجودة داخل أنسجة الجزور المصابة لبيض زي ما قلنا حوالي 500 بيضة للأنسة في المتوسط في كتل من الجيلاتين أو كتل جيلاتينية بينمو الجنين داخل البيضة وبيكون الطور اليرقي الأول الذي ينسالخ ليكون الطور اليرقي الثاني بنفس البيض وبتخرج يرقات الطور الثاني النشطة المتجولة وهي بالمناسبة بتعد الطور المعدي للنماتودة التي تتجه مباشرة إلى الجزر وتتجمع حول قمة الجزور وتنسالخ اليرقات أثناء التغذية ثلاثة مرات لتتحول إلى ما يسمى بطور الصبوء وبعد ذلك بتتحول إلى الحيوان الكامل وتعيد دورة الحياة أهم حاجة تعرفوها أنه أربع أطوار يرقية والحيوان الكامل والطور المعدي في النماتودة تعاقد الجزور هو الطور اليرقي الثاني طور المكافحة زي ما أخذنا قبل كده اتباع دورة زراعية لا تقل عن سنتين الحرس العميق وتعريض التربة للشمس بيقلل من أعداد النماتودة غمر الأراضي بالماء مدة طويلة بيقلل من أعداد النماتودة ومعدل الإصابة استعمال الأصناف المقاومة واستعمال الأصول المقاومة طبعا فيه أصول بتبع عندي مقاومة فيه نباتات وأشجار الفكهة زي البرتقال السلاسي الأوراق أو يوسفي كلوبات رأيا كان نوع الأصل اللي انت هتزرعه استعمال مغبادات النماتودة التي توصي بها وزارة الزراعة في تطهير الأراضي الملوثة طبعا فيه مكافحة حيوية فيه مكافحة باستخدام البخار الساخن فيه مكافحة باستخدام العشعة والطيار الكهربائي أنواع كثيرة ومختلفة من المكافحة ولكن احنا ملتزمين بما ورد في كتاب الوزارة المرض الثاني والأخير اللي موجود معنا من الأمراض اللي بتسببها النماتودة هو مرض التدهور البطيء في الموالح واحنا درسنا في الأمراض قبل كده التدهور السريع في الموالح والتدهور السريع قلنا أن المسبب فيه كان مسبب فيروسي بينما التدهور البطيء في الموالح المسبب دائما وأبدا هو نماتودة الموالح وبيعتبر مرض التدهور البطيء من أهم الأمراض النماتودية التي تصيب جزور الموالح في مصر والكثير من بلدان العالم المختلفة الأعراض المرضية لو أنا نزلت أرض موالح وكان فيها إصابة بنماتودة الموالح بتظهر انتفاخات صغيرة متنلية من قشرة الجزر وهي عبارة عن مؤخرة جسم الدودة أو الأنسة وعند اجتداد الإصابة بتضعف الأشجار وتموت أطراف الأفرع وتصفر الأوراق وقد يؤدي ذلك إلى موتها وسقطها هذه صور لأعراض الإصابة بنماتودة التدهور البطيء في الموالح المكافحة استعمال موبيدات النماتودة الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في تطهير المشتل قبل الزراعة وفي علاج الأشجار الكبيرة خلال فصل الرابيع في مارس وإبريل آخر حاجة معنا في حلقة النهاردة ده فيديو تعليمي هنستعرض من خلاله كيفية استخدام الموبيدات الحيوية في القضاء على قتل البيض طبعاً دي صورة مكبرة البيض طبعاً بيفقسه وبيختارك الطور اليرقي الثاني جزر النبات وبيكون الاندماجات الخلوية وتتكون الخلال العملاقة والعقد على جزور النباتات لو أنا استخدمت بقى موبيدات حيوية عبر شبكات الرأي ده بيؤدي إلى عدم فاقس البيض أو عدم حدوث هاتشنج لبيض النماتودة وبالتالي تقليل أعدادها وخفض معدل الإصابة بصورة آمنة وصديقة للبيئة وغير مكلفة وغير ملوسة لعناصر الاليكولوجي سيستيم أو عناصر النظام البيئي لو أنتم حابين تعرفوا معنا أهم الأمراض التي تسببها النباتات الزهرية المتطفلة وهل هناك نباتات متطفلة يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله إحنا أخذنا في حلقة النهاردة النماتودة والأمراض التي تسببها للنباتات ودرسنا الصفات العامة للنماتودة والطرق المختلفة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تعد تاني آفة خطيرة على الإنتاج الزراعي بعد الحشرات وتحتل المركز الثاني بعد الحشرات في الخطورة على الإنتاج الزراعي سواء في جمهورية مصر العربية أو على مستوى دول العالم أجمع إلى هنا أعزاء المشاهدين وأعزاء الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من تلفزيون المصري دكتور والشلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة